تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وأضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العالمين الجديدة تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية يبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحجد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية